بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نرحب بجميع الطلاب والطالبات في مدارس تحفيظ القرآن الكريم في مادة التجويد ونسأل الله عز وجل لنا ولهم التوفيق والسداد معنا اليوم درس على وهو المد الطبيعي الأصلي واخذتم في الفصل الذي قبله أقسام المد وعرفتم أقسام المد هنا نأتي لنا المد الطبيعي الأصلي ويتوقع إن شاء الله بعد نهاية الدرس من الطلاب والطالبات يذكر تعرف المد الطبيعي وكذلك يعطي أمثلة على المد الطبيعي وأيضا يطبق المد بصورة صحيحة عند التلاوة عند التلاوة هنا تمهيد من بعض الكلمات على أو أمثلة أمثلة على المد الطبيعي الأصلي هنا مرفوعة مرفوعة مد طبيعي طيب كم مقدار المد الطبيعي كم حركة من يعرف هنا حركتان لا يزعن حركتان بقبض الأصبع مرفوعة ينادونك شوف ينادونك والطبيعي وأيضا عليما 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 خبيرا خبيرا عند التأمل هذه الكلمات نلاحظ ما يأتي أولا أنه لم يقع بعد حروف المد همز ولا سكون نلاحظ أنه لم يقع بعد حروف المد همز ولا سكون تجد هنا كلمات هذه ما فيها همز ولا سكون وأيضا أن بعض المدود تنطق وصلا ووقفا كما في كلمة مرفوعة هنا أن بعض المدود تنطق وصلا ووقفا كما في كلمة مرفوعة مرفوعة سواء وقفنا أو وصلنا مرفوعة وكلمة نادونك سواء يعني نطقها وقفا أو وصلا ما يتغير أنادونك حركتان وبعضها ينطق في الوقف دون الوصل كما في كرة خبيرة ينطق في الوقف دون الوصل يعني مثلا عند الوقف ماذا تقول خبيرة بس عند الوصل إلى وسطها بالكلمة التي بعدها خبيرا خبيرا بصيرا خبيرا يتغير هنا ينطق في الوقف دون الوصل كما في كلمة خبيرة أما إذا وقفت على خبيرة حركتان خبيرة وكلمة عليمة كذلك عليمة هذا تمهيد بعد الدخول الدرس نأتي بعد ذلك إلى تعريف المد الطبيعي تعريف المد الطبيعي ما تعريف المد الطبيعي نقرأ سويا الكتاب لا زال مفتوح بين أيديكم ونقرأ المد الطبيعي هو الذي لا تقوم ذات حرف المد إلا به وإذن مرة أخرى هو الذي لا تقوم ذات حرف المد إلا به ما ضابطه طيبا ما ضابطه إذن ما ضابطه إذن ضابطه ألا يقع بعده همز ولا سكون لو سألناكم ما ضابط هذا المد الطبيعي ما ضابطه ضابطه ألا يقع بعده همز ولا سكون نحو قالوا وأقبلوا هنا مطلق قالوا وأقبلوا قالوا وأقبلوا تجدهم الطبيعي الخطأ يعني يقع فيها خذر الطلاب والطالبات يمد قالوا وأقبلوا يعني يمد أكثر من حركتين يعني يكون فهنا مقدار حركتين قالوا وأقبلوا قالوا وأقبلوا وأيضا في قوله الذي يوسوس الذي يوسوس شوف الذي ما عندك الذي يوسوس يعني مقدار حركتين ومقدار المد كما أخبرتكم هنا يمد بمقدار حركتين إجماعا يعني ما فيه ثاثة أربع لا إجماعا يمد بمقدار حركتين إجماعا سواء قالوا الذي يوسوس هذا مقدار المد الطبيعي الأصلي هنا أنواع المد الطبيعي المد الطبيعي له أنواع فمن أنواعه يجي المد الطبيعي على عدة نواع يجي المد الطبيعي على عدة نواع وهي تتلخص فيما يأتي نوع الأول أن يكون حرف المد ثابتا وصلا وقفا أو عيد مرة أخرى أن يكون حرف المد ثابتا وصلا وقفا ويندرج في هذا النوع الحروف الهجائية الواقعة في فواتح السور المكون من حرفين ثانيهما حرف مد مثال لو أسأل مثال ألف لام ألف لام را ألف لام مد لكن آخر كلمة إذا وقفت عليها حركتان بعض يقولون النطق الصحيح ألف لام را حركتان عند الوقف عليها النوع الثاني أن يكون حرف المد ثابتا في الوقف دون الوصل عيد مرة أخرى النوع الثاني يكون حرف المد ثابتا في الوقف دون الوصل وذلك هذا المواضع في الألفات المبدلة من التنوين المنصوب والممدود التي تحدث في حالة الوصل لماذا؟ ما هو السبب؟ لوقوع ساكن بعدها كما سيأتي إن شاء الله معنا في الأمثلة القادمة إن شاء الله بإذن الله النوع الثالث أن يكون حرف المد ثابتا في الوصل دون الوقف هذه النوع الثالث سيأتي إن شاء الله معنا في الأمثلة التي سأتي إن شاء الله قريبا أن يكون حرف المد ثابتا في الوصل دون الوقف هذه أنواع المد لابد من التركيز وتثبت حتى نتبع ذلك للأمثلة ونطبق على الأمثلة وبالمثال يتضح المقال هنا أمثلة يوصيكم 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 الكلمة الثانية ألف لام مي مراء يوصيكم ألف لام مي مراء المثال الثاني حكما حكما في الأرض في الأرض إنه هو إنه هو ما لهم به من علم هذه الأمثلة قرأناها لكم نأتي إلى التوضيح ركز معي التوضيح يتبين من خلال أمثلة أن المد الطبيعي يأتي على ثات أنواع كما أخذنا فيه قبل قليل الأول أن يكون حرف المد ثابتا وصلا وقفا ما مثاله كما في كلمة يوصيكم يعني سواء في الوقف أو الوصل ما يتغير وقفت يوصيكم ووصلت الكلمة بعدها يوصيكم الله في أولادكم إلى آخر الآية ومن هذا النوع أيضا الحروف الهجائية الواقعة في فواتح السور وجاءت على حرفين ثانيهما حرف مد كما في الحرف الثاني من را أطبق عليكم ألف لام ميم را شف را الخطأ أنك تزيد أكثر حركتين را لا را حركتين النوع الثاني أن يكون حرف المد ثابتا في الوقف ركز معي في الوقف دون الوصل وذلك في الألفات المبدلة من التنوين المنصوب كما في كلمة حكمة يعني إذا وقفت عليها حكمة حركتين حكمة طبعا إذا وصلتها نوينها وتأتي بعدها لكن وقفنا حكمة حركتين وكذلك المدودة التي تحدث في حالة الوصل لماذا؟ لوقوع ساكن بعدها كما في كلمة في عند الوقف على وقف في عند الوقف عليها من قوله في بس في حركتا في في الأرض طبعا إذا وصلت في الأرض نوع الثالث من أنواع أنواع المد الطبيعي أن يكون حرف المد ثابتا ركز معي هنا أن يكون الحرف المد ثابتا ثابتا في الوصل ثابتا في الوصل دون الوقف أن يكون حرف المد ثابتا في الوصل دون الوقف ما علمت المد هنا في ألهاء المكسورة في قوله ما لهم به ما لهم به ما لهم به لو وصلتها ما لهم به من علم ما لهم كما في هنا هنا عفوا هنا بعد الها مضموم كما في إنه هو أنا قلت سعجلت هنا وقلت هنا هنا إنه 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 هو وقفت عليها بالسكون إنه هو طبعا كما في رؤية حفص إنه هو ويا صغيرة بعد الها مكسورة كما في قولك ما لهم به من علم من علم تجد هنا ما يتغير إنه في كلمة إنه 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 هو طبعا إذا وصلتها إنه هو الآية العلم الحكيم الحكم العلي هذه أمثلة تضح معكم أنواع المد الطبيعي نأتي هنا نشاط والكتاب لا زال مفتوح بيدي عنديك ونستخرج هنا بعض الآيات من سورة هود فنقرأ النشاط سويا اقرأ سورة هود من الآية رقم واحد إلى الآية رقم الرابع والعشرين ثم بعد ذلك نستخرج واستخرج منها ما يمد مدا طبيعيا في حالة الوصل والوقف أو في إحدى الحالتين دون الأخرى نأتي الحالة الأولى يقول هنا ما يمد في حالة الوصل والوقف حالة الوصل والوقف الكلمة هنا كلمة ألف ألف لام را هنا ألف لام هنا ما حرف المد هنا هنا كلمة لام ورا لام ورا ألف لام را هنا ألف لام آياته آياته ما نوع المد هنا أو حرف المد هنا حرف المد هنا الألف آياته آياته هنا نأتي إلى كلمة كتاب ما حرف المد هنا من يعرف أحسنت الألف كتاب الألف هنا الألف كذلك نذير 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 ما حرف المد هنا أحسنت هنا الياء مكتب عندك الياء هنا الياء وعذاب هنا عذاب 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 ما نوع المد أو حرف المد هنا الألف أحسنتم الألف هذا ما يمد في حالة الوصل والوقف نأتي بعد ذلك إلى ما يمد في حالة الوصل فقط نأتي هنا كأمثلة على هذا القسم من فضله وإن تجد هنا حرف المد هنا الها من فضله هنا من فضله وإن ومن فضله وإن طبعا في حالة الوصل تتمد حركتين من فضله وإن إلى آخر الآيات عرش عرشه عرشه على الماء تجد هنا حرف المد هنا عرشه كمد حركتين عرشه على هنا كلمة إنه كلمة إنه لا يأوس إنه لا يأوس هنا يحسبه هنا كلمة إنه لا يأوس الها كلمة إنه لا يأوس إنه لا فرح إنه لا فريح عفون إنه لا فريح إنه لا فريح فخور إنه هنا يحسبه الضمآن يحسبه لو يحسبه الضمآن هنا مد هنا يحسبه كلمة في قوله إنه لا يأوس وكلمة إنه لا فريح إنه لا فريح نأتي ما يمد في حالة الوقف في حالة الوقف فقط هنا عرفنا المد في حالة الوصل والوقف استخدمنا أمثلة من سورة هود وكلمة ما يمد في حالة الوصل وقف فقط نأتي إلى الحالة الأخيرة ما يمد في حالة الوقف فقط مرة معنا في الأمثلة مثل حسنى حسنى يبدأ في حالة الوقف فقط حسنا عوجا حركتان مثلا نوحا مقدار كم حركة حركتان هذه بالنسبة لنشاط على سورة في استخرجنا سورة هود من الآية الرقم 1 إلى الآية 24 طيب نأتي بعد ذلك تطبيق عملي نطبق بعدما أخذنا الأمثلة و أخذنا كذلك أنواع المد الطبيعي نأخذنا تطبيق عملي على المد الطبيعي هنا أول تطبيق على كلمة مفردة يقرأ لا زال كتاب مفتوح بين يديكم و نقرأ النشاط سويا يقرأ كل طالب الكلمات الآء و طالبة لكلمات الآتي مطبقا المد الطبيعي تطبيقا صحيحا هنا طبقوا معنى الكلمة فانطلقا فانطلقا بس يتيما يتيما أقرأوا معي يتيما كذلك يسومونكم تقرأوا معي يسومونكم طاها طاها نوحيها هذه كلمات مفردة على المد الطبيعي نأتي هنا تطبيق على الآيات يقرأ الطلاب والطالبات الآيات الآتية مطبق المد الطبيعي تطبيقا صحيحا نقرأ يعني كم آية ثم بعد ذلك أن تكملوا نكمل الآيات نقرأ أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرأ كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لد حكيب خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى إلى أجل مسمى ويؤتك الذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير نكتف بهذه القراءة على تطبيق علمد الطبيعي وقرأنا لكم نأتي بعد ذلك إلى هنا معلمة الثرائية نقرأ سويا للمد الطبيعي ومسميات أخرى منها المد المقصور لأنه لا تجوز الزيادة في مده يعني مد مقصور لا تجوز الزيادة في مده المد الذاتي لماذا مد الذاتي؟ لأنه لا تقوم ذات حرف المد إلا به وكذلك يطلق عليه عند الوقف على المد الطبيعي المتطرف نحو سعى سعى يتأكد في هذا المد نطق على المد خالصا دون أن يشوب آخر ها أو همزة بعض منها وقف على يقول سعى كان تجد في آخر هو يقرأ ها هذا خطأ دون أن يشوب آخر ها أو همز كما لا يجوز بتره كبتره يعني بعضهم يقصر أقل من حركتين سعى لا سعى بعضهم يمد زيادة ما لا داعي وهو حذف يقول كما لا يجوز بتره هو حذف المد حرف المد كذلك إلتقى حرفان متماثلا أولا هما حرف مد فيتعين بيان الإظهار مثل في يوم في نطقها في يوم في يوم بحيث مد الياء في حرف في من الآية مد طبيعيا في يوم في يوم مقداره إلى آخر الآية وهكذا انتهينا من درسنا درس المد الطبيعي الأصلي وأخذنا فيه نوع المد الطبيعي وأيضا كذلك أمثلة عليه وبإذن الله إن شاء الله تضح لكم هذا الدرس ونؤكد على الطلاب والطالبات مراجعة هذا الدرس والإكثار من الأمثلة حتى بإذن الله يكون الدرس ميسورا لكم وفي الختام نشكركم على حسن استماعكم ولا درس آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته